اشهد ضبابي في السودان البلد أمام مفترق الطرق ولا وفاق سياسيا يلوح في العفق بين المكونين المدني والعسكري وسط كل ذلك تتسارع الدعوات الدولية والإقليمية لاحتواء التطورات وحماية انتقال السودان الديمقراطي واستقرار شعبه فقد أكدت الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وقوفها مع الشعب السوداني وتطلعاته نحو الديمقراطية وتحقيق السلم وعربت الدول الأربع في بيان مشترك عن مشاركتها قلق المجتمع الدولي حيال الوضع في السودان وطالبت بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فورا شجعت الدول الأربع أيضا على إطلاق صراح كل من تم احتجازهم في السودان في ظل الأحداث الأخيرة ودعت إلى إنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد كما أكد البيان الربعي أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام كمرجعيات أساسية للعودة إلى الحوار على خط الضغوط الدولية لحماية وحدة الصف في السودان قالت واشنطن إن مسؤولين أمريكيين يتواصلون مع القيادة العسكرية السودانية لتأكيد الموقف الأمريكي والدولي بعد تحركات الجيش السوداني الأخيرة واعتبرت الخارجية الأمريكية أن التقاعس عن إعادة الحكومة بقيادة المدنيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من عزلة السودان عن المجتمع الدولي كما وضعت الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وألمانيا مشروع قرار على طاولة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن السودان ويدعو مشروع القرار هذا قادة الجيش إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك فورا